اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما تعودوا منذ الصغر كل سنة لازم نشتري الفوانيس رمضان عادة من وإحنا صغيرين والدي الله يمسي بكل خير يا رب ويدي له الصحة فان كل سنة لازم يجيبنا هنا ويجيبنا الفوانيس فانا لازم عود أولادي على كده ورد يعني شهر مبارك ان شاء الله على الجميع ودايما متعودين والله نيجي هنا عشان نشتري الفوانيس ونتجول في السيدة وحينما نتجول في شوارع مصر نجد شهر رمضان ينشر البهجة والفرحة على الوجوه أطفالا ونساء ورجالا الكل يتسابق من أجل شراء الفانوس سواء رب العائلة له أو لزوجته أو لأولاده وكل ذلك في حب رمضان الفوانيس لها رونق وطابع تاريخي موروث عن الأجداد في صناعتها وتجارتها وبيعها واقتنائها فالصانع يركز ويدقق في إخراج الفانوس في أجمل الأشكال حتى تخرج بتصميماتها وألوانها وتصل للمحلات ويعرضها البائعون بأشكالها المختلفة والله الفوانيس حاجة حلوة وسوق ماشي والدنيا ماشية وحياة حلوة يعني في الفوانيس بتبدأ عندي من 25 لحد 65 جنيه بس والفوانيس برضو لها روح والكلام ده وكل الناس فرحانة وكل الناس بتنزل تشتري برضو في الشارع والناس الحاجة جميلة يعني هنا في السيدة زينا رمضان في مصر يضفي نفحاته الإيمانية في المقام الأول ثم الفوانيس التي تتزين بها شوارع مصر وأروقتها وكل مكان وباقي العادات والتقاليد التي يعيشها المصريون دائما في هذا الشهر الفضيل يظل شهر رمضان في مصر كعادتها وكعادة الدول العربية يتميز بأجواء ونسمات طيبة ولكن هناك أيضا عادات وتقاليد تاريخية تتميز بها مصر في هذا الشهر الكريم ومنها الفوانيس التي تتزين بها البيوت والشوارع شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين القاهرة اشتركوا في القناة